انضم إلينا من فرنسا خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية صباح الخير عليك يا خالد بداية صباح الخير ليلاز من مرسيليا هنا القاهرة عاصمة الخبر وعلى كل مشاهدين بهذا اليوم البارد جدا في فرنسا على فكرة نعم نحن أيضا على أبواب الشتاء هنا في مصر خالد لو تطلعنا على تفاصيل هذه الاتفاقية التي وقعتها فرنسا وبريطانيا لمنع تدفق الهجرة غير الشرعية خاصة وأنها تضع ضغوطا كبيرة على الحكومة في البلدين الحقيقة وسط انفراجة شيئا ما وصفت بالانفراجة من قبل الصحفة الفرنسية صباح هذا اليوم تم التوقيع على هذا الاتفاق بين بريطانيا وفرنسا وكان قد قتب وزير الداخلية جيرالد دارمانا عن تفاصيل هذا الاتفاق وأنها خطوة في الطريق الصحيح أكثر من سبعين مليون يورو سيتم دعمها أو دفعها من قبل بريطانيا لفرنسا لزيادة أعداد الشرطة والدرك وحرص الحدود في منطقة كاليب الشمال فرنسا على بحر ألمانش وتبادل المعلومات بين الطرفين ووجود مكتب للهجرة بريطاني في فرنسا بعض من المساعدات اللوجستية التي سيتم التعامل معها تأتي هذه الإجراءات بعد أن شهدت نهاية الأسبوع محاولة هروب حوالي 600 مهاجر يعني من أصول مختلفة ومعظمهم من باكستان وسوريا وغيرها من البلدان وتم إنقاذ 142 مهاجر غير شرعي من الجانب الفرنسي عن طريق بعض من الصيادين ولهذا تأتي هذه المشكلة القديمة الجديدة لتدخل في إيطار إيجاد حل وسط طبعا توطرات مع الجانب الإيطالي نتيجة لرفض إيطاليا استقبال سفينة أوشن في شيك فيكينج وطبعا كانت هناك انتقادات كبيرة من اليمين الفرنسي للرئيس أو للحكومة الفرنسية لإستقبالها لبعض من المهاجرين غير النظاميين أو غير الشرعيين في ميناء طولون بجنوب شرق فرنسا واليوم هناك عدة تصريحات تصريحات تأتي من الجانب اليمين وهي ترفض سياسة فرنسا في الهجرة منها طبعا تصريحات لوزير الداخلية السابق كولومب وأما تصريحات التي حيت هذه النقطة فكانت تصريحات لرئيس الحزب الشيوعي الفرنسي فبيان روسيل الذي حيى الموقف الفرنسي وأكد على أن على أوروبا عدم القيام بميكيالين في قضية الهجرة وذكر الأوروبيين أنهم استقبلوا ستة مليون أوكراني وأن ليس فقط أوكرانيا هي التي في حرب أكد على أن أفغانستان في حرب اليمن في حرب وسوريا أيضا في حرب وعلى الجميع التحلي بالمسؤولية والإنسانية على حد قوله صحيح يعني مسألة الهجرة غير الشرعية تحتاج لي حلول كبيرة وعميقة من قبل الحكومات إن كان من الدول التي تتضفق منها هذه الهجرة أو حتى المستقبلين الدول المستقبلة خالد أنا طبعا ما ينفعش أفوت المدخلة دي من غير مسألك عن التقص خاصة بأنه أنت ابتدت معي الحديث بالقول بأنه التقص بارد جدا في فرنسا في أمطار كثيفة التقص بارد جدا على ما يبدو عندك كيف تتعاملون في فرنسا مع حالة عدم الاستقرار في التقص الحقيقة بعد أن كانت فرنسا من بين الدول المحظوظة بشهر أكتوبر كان شهر دافي أكدت على تراجع نسبة استهلاك الكهرباء والغاز للتدفئة وكان هذا في إطار الجانب الإيجابي للتقص ويعني تم التحية وأما هيئة الأرصاد الجوية لميتجو كانت قد حذرت بالأمس منطقة جنوب شرق فرنسا حيث أحدثك من أمطار رعضية طوال الليل كانت هناك أمطار رعضية وبصفة خاصة في منطقة نجا أيضا اليوم هيئة الأرصاد الجوية أكدت على أن منطقة كورسيكا أو جزيدة كورسيكا دخلت للمرحلة البرتقالية والمرحلة الثانية من المراحل الأكثر خطورة وأيضا توقعت أن تنخفض درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع لتصل إلى خمسة درجات مئوية في بعض المناطق العظمة لا تزيد عن 13 درجة مئوية وهناك سقوط وتساقط للجليد والثلوج على جبال الألب الفرنسية في إجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهة هذا الطقس غير المستقر الحقيقة الحكومة الفرنسية دعت الجميع للتخلي بالمسؤولية وعدم التواجد في الشوارع لفترة طويلة وتجنب الخروج ساعة الأمطار العادية وعلى الجميع الالتزام وحتى في الطرق السريعة كانت هناك بعض من المناشدات بعدم الصفر بين المدن حيث ستتساقط بعض من الأمطار في المنطقة التي أحدثك منها وهي منطقة جنوب شرق فرنسا الأجواء بالنسبة للحكومة الفرنسية هي إرشادات ومجرد إرشادات بتقدمها ونصائح للمسافرين بعدم التحرك في الأوقات التي ستتشهد بعض من الثلوب وبعض أيضا من الأمطار العادية خليني أستغل الوقت معك خالد وأنتقل من موضوع الطقس في فرنسا إلى الموضوع ربما اللي بيهم العالم بأجمعه اليوم وهو كأس العالم لو تحدثنا عن أجواء كأس العالم عندك عن استعدادات المنتخب الفرنسي خاصة أنه تقريبا كان في تغيير في قائمة المنتخب تغييرين قام بهم ديشان الحقيقة بالفعل يعني بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي ديدي ديشان وأيضا كابتن المنتخب حارس المرمى الفرنسي الذي أكد من خلاله بأن المجموعة التي تم إختيارها وسط غياب ثلاثة أعضاء كبار جدا مولاعبين من خط الوسط وخط الدفاع الفرنسي إلا أن ديدي ديشان أعراب على أن ثقته في الشباب المنضم حديثا يعني إذا كانت فرنسا تضم عدد كبير من النجوم على رأسهم من بنزيمة وكليام بابيو ووتليزمان في الهجوم فعندها مشكلة كبيرة جدا في خط الظاهر خط الدفاع نظرا لإصابة ثلاث لعبين في هذا الخط وبصفة خاصة في خط الوسط ولهذا الاهتمام يبدو كبيرا لدرجة أن قصر الإليزي صرح بالأمس بأن الرئيس الفرنسي من المعروف أن إيمانويل ماكروم من عشاق الساحرة المستديرة وقرة القدم في حالة تأهل المنتخب الفرنسي لدور الأربعة سيذهب إلى قطر لمتابعة المباراة نعم شكرا جزيلا لك خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية على كل هذه المعلومات كنت معنا وحدثتنا من مرسيليا